اشتركوا في القناة اطلقوا الحملة الوطنية لتلقيح ضد شراء الاطفال لصالح قرابة سبعمائة وخمسة واربعين الف طفل تحت سن الخامسة انطلاق فعاليات دورة تدريبية دولية لتنسيق طاولة منظمة من قبل الاتحاد الدولي للعبة البرلمان الكوبي ينتخب ميجل دياس كانيال رئيس للبلاد خلفا للرئيس الحالي راول كاسترو اهلا بكم في التفاصيل وجه رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز برقية تهنية الى سيد ميجل دياس كانيال رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء بجمهورية كوبا بمناسبة انتخابه رئيسا لكوبا واكدى رئيس الجمهورية حرص بلادنا الدائم على تنمية وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين بما يخدم المصالح ولا بال المشتركة للشعبين الصديقين شكل المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة مناسبة لوزيري العدل والثقافة والصناعة التقليدية نضيق الرسم باسم الحكومة للتعليق على نتائج الاجتماع الاخير للحكومة ملخص ما جاء في المؤتمر الصحفي في التقرير التالي خلال اجتماعه الاخير درس مجلس الوزراء وصادق على مجموعة من مشاريع المراسم والبانات طالت مجالات الحكامة والتعليم العالي والعدل ومن بين هذه المراسم والبيانات بيان متعلق بأعداد سياسة لقطاع العدل استعرضه وعلق عليه وزير العدل خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة تقدمت اليوم ببيان إلى مستوى الوزراء نطالب فيها إشارة الضوء الأخضر كان نعكف من خلال تمويل اللي يتقدموا الاتحاد الأوروبي في إطار دورتها اللي نقالها فد 11 نحن نظرك عندنا فد 10 كان مولو بهذه السياسة الغطائية والحمد لله نعطيت لنا إشارة الضوء الأخضر كان نتبارك في تعدال هذه السياسة وبيّن وزير العدل أن الإصلاحات الثلاثة التي عرفها قطاع العدل ألفين وتسعمائة وخمسة وتسعين ألفين وسبعة وألفين وخمسة عشر تتسم بعدم الشمولية في تصور وحل المشاكل المختلفة والشائكة بالقطاع الأمر الذي تطلب من الحكومة إعداد سياسة قطاعية جديدة لقطاع العدل هذه الإصلاحات الثلاثة اللي عرفها قطاع العدل في الماضي كانت الثلاثة قول شطر أو محور واحد من محاور المختلفة والمتعددة والشائكة للقطاع العدل وهذاك هو اللي أدى أن النتائج اللي تمخضت عنها ذوك الإصلاحات كانت دائما دون المستوى ولا أعطيت النتائج المرجوة منها وهذا أدى بنا في الفترة الأخيرة قلنا لماذا مدى لي تصلح الشيال التي تعود عندها نظرة عامة لإشكالية القضاء وأماكن النقص التي تعالش في المرفق المهم كما تضمن المؤتمر الصحفي ردودا لوزير الثقافة والصناعة التغليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد ديمين والشيخ على أسئلة الصحفيين اتخبت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال جلسة خاصة عقدتها أمس بمقرها في نواكشوط القاضي ديدي والبنعام رئيسا لها والأستاذ عثمان والبيجل نائبا لرئيسا وجاء في بيان للجنة أن عملية الانتخاب تمت بكل سلاسة وسجام وأوضح البيان أن الرئيس الجديد للجنة تناول الكلام بعد عملية الانتخاب فشكر أعضاءها على ما تحلوا به من سلوك متبيز كما نقشت اللجنة حسب البيان أهمية دورها وحساسية مسؤوليتها نظرا لما يقع على عاتقها من أعبال تأمين المسال الانتخابي بكل شفافية وعدالة خاصة أنها ستبدأ نشاطاتها في فترة مليئة بالاستحقاقات وأشاء في البيان كذلك أن اللجنة استقبلت الرئيس السابق وأعضاء فريقه حيث تبادل الطرفان التهالي والتمنيات مركزين على الاستفادة من التجربة السابقة والسعي إلى تحسين عمل اللجنة وفق ما تتطلبه المرحلة طلقت صباح اليوم على عموم التراب الوطني الحملة الوطنية لتلقيح ضد شلل الأطفال وتتبع هذه الحملة استراتيجية التلقيح في البيوت ومن المقرر أن يستفيد منها قرابة سبع بائة وخمسة واربعين ألف طفل تحت سن الخامسة تسعى هذه الحملة الوطنية لتلقيح الأطفال من الولادة إلى عمر خمس سنوات ضد شلل الأطفال إلى تحصن الأطفال من هذا الداء بعد أن نجحت جهود بلادنا الصحية في القضاء عليه في السنوات الأخيرة ولأن هذه الحملة اعتمدت أسلوب التنقل بين البيوت فقد أعطى وزير الصحة رفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة إشارة الانطلاقة الرسمية لهذه الحملة من أحد البيوت أشرفت اليوم على الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية لتلقيح الأطفال ضد شلل الأطفال هذه الحملة تستهدف الأطفال من سن الولادة إلى عمر خمس سنوات بلادنا تواصل هذه الحملة السنوية لمحاربة شلل الأطفال حيث نجحت الجهود الصحية المعتمدة في القضاء على هذا الداء إذ لم تسجل منذ تسي سنوات حالة شلل لدى الأطفال وتنطلق هذه الحملة وطنيا بالتزامن مع انطلاقتها في بعض الدول المجاورة ضمن المساعي الدولية لمحاصرة شلل الأطفال والعمل على القضايا عليه وهو ما يستدعي تجاوب الأسر وتهيئة الأطفال لعملية التلقيح وزارة الشرون الاجتماعية مع بعض الهيئات مكلفة بالتعبئة الاجتماعية هي تحسيس الأسر ومجيبت التركة ومجيبت الأمهات ومجيبت تحسيسهم على هذا الأهم في هذا كامل أن هذا كامل مستهدف صحة الأطفال ويدخل كامل في السياسات العامة الموجهة للفئات المحتاجة لذلك الدعم وراجعين من أسر كاملة أن تتفهم منهم لا يجوهم للناس في بيوتهم ويقحونهم الأطفال من هذا الصحة للأطفال بدونه ثمن ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفل سيد هيرفي بريس جهود بلادنا في مكافحة هذا الدعم والتي أتت بنتائج إيجابية أكدت عدم ظهور أي حالة شرد في الأطفال منذ 2010 وأكد أنها جهود قيمة يجب الاقتداء بها في سبيل مكافحة شرد الأطفال وقد استمع وزير الصحة إلى شرح مفصل قدمه منسق البرنامج الموسع للتلقيق حسي دنباركو الهميد حول هذه الحملة والأهداف المتوخات منها والطرق والآريات المعتمدة لإنجاحها وتستهدف هذه الحملة 746834 طفلا ويبلغ عدد الجرعات 837 ألف جرعة من لقاح شلل القطرات ويشرف على هذه الحملة طاقم طبي يبلغ 2929 عاملا صحيا وعلى مستوى ولاية دير الزمور انطلقت بالمركز الصحي في مدينة الزولات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال لصالح قرابة 10 ألاف طفل تباصل أكثر في سياق تقرير زميل سيد أحمد الببكر سيرة أول جرعة تقدم لأول طفل مستهدف في ولاية دير الزمور من طرف والي الولايات السيد سلم السيد إذانا بانطلاق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال على مستوى ولاية دير الزمور وخلال وجوده في المركز الصحي بحي الواحات لدى إشرافها عن انطلاق العملية تلقى والي تير الزمور شروحا عن المنهجية المتبعة في عملية التلقيح والظروف التي اكتنفتها قبل أن تستعرض المندوبة الجهوجية لشؤون الاجتماعية والطفالة والأسرة السيدة زينم منتطالب أحمد الدورة التي لعبته المندوبية في تحسيس وتعبئة الأسر على أهمية وطبيعة الحملة استفقت هذه الحملة بحاملة تحسيسية على مستوى الولاية قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة لياك الأطفال يجبروا أكبر كمية من الأطفال وتعود التغطية إن شاء الله على مستوى المطلوب هدفنا إن شاء الله أن نوصل إلى التغطية 100% إن شاء الله وتستدف هذه الحملة حوالي عشرة ألاف طفل على مستوى الولاية تتراوح عمارهم ما بين لحظة الولادة إلى خمس سنوات وتتميز عن غيرها من الحملات الأخرى في خصائص معينة خصوصية هذه الحملة عنها متزامنة مع حملة في الدول الأفريقية المجاورة وكانت خصوصية عنها من باب إلى باب الفراق الصحية هي التي تدخل المنازل وتبحث عن الأطفال ولقاح واحد هو لقاح الشراء الأطفال وكانت فرق التلقيح المشاركة في الحملة على مستوى مدينة الزولات قد بدأت نشاطها في ساعات الصباح الأولى بعد تجهيزها بالتجهيزات والمعدات الضروية التي ستستخدمها في عملية التلقيح في انتقالها بين الأحياء المشكلة لمدينة الزولات نلفته وعناتكم مشاهدين الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تستعرض شوانب مختلفة للحملة الوطنية للتلقيح ضد شر الأطفال طلقت اليوم بالعاصمة فعاليات دورة تدريبية دولية منظم من طرف الاتحاد الدولي لتنسي الطاولة بالتعاون الفني مع الاتحادية الموريتانية لهذه اللعبة الأولمبية وأسعى الاتحاد الدولي من وراء تنظيمه لهذه الدورة التي الأولى إلى الرفع من مستوى لاعبي ومدربي وإداري هذه الرياضة في بلادنا بمشاركة أربعين عصر من مدربي والعيبي وإداري رياضة تنسي الطاولة في بلادنا انطلقت هنا بقاعة الوروض في المعاهد العالي للشباب والرياضة ولو دورة تدريبية دولية منظمة من طرف الاتحاد الدولي لتنسي الطاولة بالتعاون الفني مع الاتحادية الوطنية لهذه اللعبة الأولمبية يأتي هذا النشاط مباشرة عقب تخليد اليوم الوطني للرياضة تحت رعاية ورعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز والذي كان فرصة لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة من خلال تنظيم العديد من النشاطات الرياضية المختلفة بالتعاون بين قطاعنا وكل الاتحاديات الرياضية الناشطة كما يندرج في نطاق التوجهات السامية لفخامته بغية رفع من المستوى التنافسي للفرق الرياضية الوطنية وتعميم ممارسة الرياضة من أجل الصحة ورفاه كافة المواطنين تلك التوجهات التي تباشر تنفيذها حكمة معالي الوزير الأول المهندسي حيو الحدمي الدورة تدريبية المتخصصة الأولى سيستفيد المشاركون خلالها من الاطلاع على أحدث تقنيات وقوانين هذه الرياضة إنها لحظة سعيدة اليوم أن نشهد معا لأول مرة انطلاق دورة متخصصة في مجال الرياضة التنس الطاولة فعلى الرغم من أن هذه الرياضة وهذه الاتحادية تعتبر من أقدم الاتحاديات الرياضية في موريتانيا حيث تأسست سنة 1973 لأنه على مدار 45 سنة هذه أول مرة تكون هناك دورة متخصصة في المستوى واحد مشفوعة بمعسكر تدريبي في مجال هذه الرياضة الأولمبية الهامة باسم الاتحاد الدولي لكورة التاولة إن شاء الله نكون بدرة خير باش موريتانيا تشع في رياضة تنس الطاولة وتم تكوين مدربين من الدرجة الأولى وحاصلين على الشارع الدولية من الدرجة الأولى تكوين مدربات العنصر النساء مهم جدا في تطوير الرياضة بصفة عامة ورياضة كورة التاولة بصفة خاصة مرافقة اللاعبين الموهوبين وعلى شلاء يوليوا في يوم من الأيام أبطال على ساحة المغاربية أو العربية أو الأفريقية ولملاء العالمية إضافة إلى تكوين حكام ومسؤولين وإدارين أشغال دور التدريبية المفتتح اليوم ستستمر مدة ثمانية أيام قبل أن تشفع بمعسكر تدريبي لللاعبين في شين الناخر احتضنت قاعة المحاضرات بجامعة الشنقط العصرية صباح اليوم ندوة حول دور العقيدة الأشعارية في الحفاظ على تماسك المجتمع الموريتاني يأتي تنظيم هذه الندوة في سياق جهود محاربة ظاهرات التقرف والإرهاب دور العقيدة الأشعارية في الحفاظ على تماسك المجتمع الموريتاني تحت هذا العنوان أظمت جامعة الشنقط العصرية ندوة دولية بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس لعلماء لفارقة بالمملكة المغربية الندوة تداعي لها عدد من الدكاترة والباحثين في مجال التاريخ والعلم الإسلامية بغية ينارة الفكر السياسي والعقدي للنخب الشابة حول قضايا التطرف والغلو والتشدد وما ينجم عن ذلك من مخاطر إن طرح إشكالية التطرف والأسباب التي تغذيه والعوامل التي تحصن المجتمع منه يذكر بما كان عليه حال الأمة من تمزخ وتشرب وتناحر وتعتبر الإشعارية حلا وسطا للخروج بالأمة من ورطة التعطيل والتجسيم إلى اعتدال ووسطية أملت المجتمع ووفرت الحماية اللازمة له إنكم من خلال محاور هذه الندوة المباركة بإذن الله في مرتكزها الفكري وتوقيتها الزمني ستتناولون بالإضافة للسياق المعرف والتاريخي للمدرسة الأشعارية بالدراسة المبتغى الأساس من تحقيق العصرين الكبيرين التوسط والاعتدال الذين أصبحوا علما على هذا الاتجاه رئيس جامعة الشنقيط العصرية ألقى كلمة رحب ذهاب ضيوف الندوة مبينا أهمية التمسك بالعقيدة الأشعارية كان في العهد الأول المسلمون يكتفي بالتوحيد في سورة الإخلاص كان رسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن الكلام في القدر وكان أمير المؤمنين عمر بالخطاب يعزل من يتبع المتشابه من القرآن وكان الإمام مالك يصف من يسأل عن كيفية الاستباء على العرش بأنه رجل سوء من جانبه رئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالمملكة المغربية الدكتور محمد الأحمر أبرز أهمية هذه الندوة التي تتناول دور العقيدة الأشعارية باعتبارها تمثل عامل وحدة بين الشعبين المغربي والموريتاني مذكرا بالعلاقات التاريخية التي تربط بينهما خاصة في مجال التمسك بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية مكنت الأمسية الثقافية المنظمة على شرف أعضاء الهيئة العربية للمسرح ضيوف موريتانيا من التعرف على جوانب مهمة من الأذب والفن الموريتانيين وتقوم هذه الهيئة العربية بزيارة لموريتانيا لبحث مجالات التعاون مع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية للنهوض بالمسرح في بلادنا يأسرة نادبية وفنية نظبة وزارة الثقافة والصناعة التقليدية على شرف ضيوف موريتانيا أعضاء الهيئة العربية للمسرح الأمسية التي حضرها العديد من الأدباء والكتاب والمسرحيين إضافة إلى طاقم الوزارة وأحاكم مقاطعة الكسر تهدف إلى إبراز النماذج المتنوعة لثقافة الموريتانية للآخر مدير العمل الثقافي والفنون بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية رحب باسم الوزير بالضيوف منوها بمتالة العلاقة بين هذه الهيئة وموريتانيا ضيوف وزارة الثقافة والصناعة التقليدية يسعدني في هذه الليلة استهلالا لهذا الحفل البهيش أن أبلغكم تحيات معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المينو للشيخ الذي أقام هذه المأدبة الشعرية الفنية هذه المأدبة الثقافية بامتياز على شرف ضيوفنا وإخوتنا من هيئة المسرح العربي برئاسة الأمين العام الأستاذ إسماعيل إذن نتشرف باستقبالكم ونرحب بكم ونفرس لكم الورود أما الأمين العام للهيئة العربية للمسرح فقد شكر الجهة المنظمة استعرضا مميزات بلادنا الثقافية بساء الخير عليكم جميعا في هذا المساء الجميل وفي هذا البلد العريق الأبي بشعبه بعطائه بتاريخه بعبق موروثه نحن ساعدنا كثيرا بتواجدنا هنا بين إخوتنا وأشقائنا في موريتانيا لنتواصل جميعا نضع أيدينا بأيدي بعضنا من أجل تحقيق مشاريع تنموية تهم الإنسان في وطننا العربي الكبير من خلال أبو الفنون المسرح السهرة تخللتها مداخلات شعرية ووقفات فنية عكست الخصوصية الثقافية في البلاد ليغتتم الحفل بتوزيع هدايا على أعضاء الهيئة العربية للمسرح تضنت مباني وزارة الصحة زوال اليوم لقاء النظمة قافلة المموينين للصحة الإنجابية المنبثقة عن مبادرة وقد أقول الصحة وقد خصص هذا اللقاء لإطلاع سلطات الصحية المعنية بالصحة الإنجابية على نتائج زيارتها لبلادنا والتي بدأت منذ السادس عشر من الشهر الجاري حضر هذا اللقاء عدد من المديرين المركزيين بوزارة الصحة وعدد من الهيئات الوطنية الناشطة في مجال الصحة الإنجابية أما الآن فإلى الاقتصاد مع زميلة فاطمة من جمحة المحمود أهلا بك باطمة شكرا لك زميلي محمد وأخبار اقتصاد بعد هذا الفاصل أهلا بكم مشاهدنا الكرام نبدأ نشرطنا بأسعار أهم العمولات العالمية مقابل العقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني نعتذر عن هذا الخل الفني ونبدأ نشرطنا بأسعار أهم العمولات العالمية مقابل الوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني نظم مصرف شنقيط حفلا بمناسبة التطور الذي عرفته المؤسسة المصرفية في الآوينة الأخيرة وطال جميع المجالات مما مكن من زيادة قاعدة الزبائل مصرف شنقيط في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبته لإنشاء البنك المركزي الموريتاني وصدور الأوقية يتنزل هذا الحفل المنظم من طرف المصرف والذي تم خلاله كذلك استطراد ما حققته المؤسسة البنكية على كافة الصعود منذ النشأة وحتى اليوم رئيس مجلس إدارة مصرف شنقيط السيد محمد فالو المحمد ديرا قال إن مصرف شنقيط نشئ بناء على الاتفاقية الموقعة في نواكشوط بتاريخ 20 يونيو 1972 بين بلادنا والمصرف الليبي الخارجي لغرض توثيق السلاة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين ليبيا وموريتانيا حيث مثل معلمة من معالم الاقتصاد الوطني وساهم في توفير ودعم قرارات اقتصادية هامة في البلد بدوره بيّن الأمين العام لالتحادية المهنية للبنوك الموريتانية السيد محمد الحنشي والمحمد صالح الدورة المحورية الذي تلعبه المؤسسات المصرفية في النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية وقد حضر الحفل عدد من الفاعلين الاقتصاديين والعاملين في مصرف شنقيط ارتفع الدولار الأمريكي اليوم مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى له وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس قوة الدولار مقابل السلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.27% كما ارتفعت عائد السندات الأمريكية مرة الأخرى اليوم مع ارتفاع سندات الولايات المتحدة لمدة عامين إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2008 وقد أدت الزيادة في عوائد السندات الخزانة الأمريكية في فبراير الماضي إلى انخفاض حاد في أسواق الأسهم فيما يلن تابع جد أهم الأسهم المؤشرات في الأسواق المالية العالمية نهاية أخبار الاقتصاد شكرا على حسن المتابعة باقي الأخبار تتابعونها مع محمد بعد هذا الفاصل شكرا لسامي لفاطيب محمد محمود وإهلا بيكم جديد نشرة ناعة التواصل بعد هذا الفاصل الوقت الإخبارية تتابعونها كل أسبوع في أشهرات الأخبار على قناة الموريتالية انتشار الأوساخ في الأماكن العامة بالعاصمة ظاهرة من الظواهر غير المدنية التي تؤرق المواطنين والجهات المسؤولة على حد سواء اشراقة الشام قبس بلون المعدن الأصفر يغطص في المساء ليولد من جديد على إقاع من ذهب وعالجة مهنية لمواطع مهمة تأتيكم ضمن الولفات الإخبارية كل أسبوع أهلا بكم من شديد دوليا انتخب البرد مال الكوبية مسمي جيل دياس كانيال رئيسا جديدا للبلاد لخلافة الرئيس الحالي راول كاسرو ويتولى دياس البالي قبل العمر سبعة وخمسين عاما رئيسة البلاد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويطوي تعينه ستة عقود من حكم الكاسرو حيث تعاقب على البلاد منذ الثورة الكوبية سنة الف وتسعمائة وتسعمائة وخمسين الأخوان فدل وراول كاسرو ومع مغادراته الرئاسة فإذا راول كاسرو لم يتخل بالكامل عن مقالد الحكم لخلفه لأنه سيحتفظ بصلاحياته أبنا عاما للحزب الشيوعي الكوبي القوي حتى 2021 حين يبلغ التسعين من عمره حذرت كريستينا لاغاردا المديرة التنفيذية لصندوق النقل الدولي من خطر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصيدة على الثقة العالمية والاستثمار وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي عقد بمقر صندوق النقل الدولي في العاصمة الأمريكية حيث يتجمع وزراء مالية ومحافظ البنوك المركزية أن الرسوم الجمركية التي يهدد بها أكبر اقتصادين في العالم سيكون لها تأثير مباشر متواضع على الاقتصاد العالمي لكنها قد تذير شكوكا تعطل الاستثمار وهو أحد المحركات الرئيسية لزيادة النمو العالمي أما الآن فإلى الرياضة مع زميلة ورد من تباه الحمد لله والسلام زميلة ورد أهلا بك شكرا لك إذن مشاهدينا نشتد أخبار الرياضة بعد قليل أهلا بكم تنسي طاولة أن هذه الدورة ستكون لها إنعكاسات إيجابية على أداء منتسب هذه اللعبة في موريتاني جاءت هذه التحادية الحمد لله دورهم كانوا يكونوا شيء جدي يكون هاو الشباب اللي حمد لله بها صغير في الوطن كانوا يتمي مثلوا موريتاني بها تشاطات دولية والوطنية وهي الدورة هي أول الدورة اللي قد عدلت سالة شنية اتحادية هي الدورة الأولى دي تيتكون اللاعبات ودريبات لنساء ورجال وإن شاء الله إن شاء الله كانهم حصلون في المستقبل الشباب اللي قد عنا قدم نتقدموا في كالكورات للطاول إن شاء الله شاركونا في الدورة التدريبية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي لتنسي طاولة أعربوا عن ارتياحهم لتنظيم هذه الدورة التكوينية في بلادنا شاركونا في بطولات سابقة ونلعب التنسي طاولي لذي سنوات هي طبعا لعبة لعبة سهلة ما طلب أي جهة طبعا يقدر أي شخص يمارسها في مزلو ولا في ساحة ولا في أي مكان ولعبة سهلة مع طالبي جهد وطبعا ممارستها 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 طلب لا تعرف على القوانين إن شاء الله إن شاء الله نستفادوا إن شاء الله من الخبر اللي جانا إن شاء الله كان نطوروا فيها إن شاء الله ونمثلوا موريتان إن شاء الله في محافل قادمة إن شاء الله جاني اليوم نحضروا لإفتتاح دورة تكوينية في مجال لتنس الطاولة وزين عندنا ومشرف هنا العنصر النسو خاصة نحن العنصر النسوي عندنا قبل دورات تفيدنا عقب ذا وخصوصا المتخصطين في المجال كيف لا سات ذا كيف نحن خصوصا نحاضر لها خبير دولي ومشرفيني وتبعا الاتحادية الدولية لكرة التنس طبعا أكيد أن رئيس الجمهورية بإشرافه وافتتاحه اليوم الوطني للرياضة أعطانا دفعة قوية خصوصا نحن النساء شاكرينهم على هذه الدورة قال مدرب المنتخب الوطني ناشئين نين متابعته للدورة الأولى من كأس والولاية أدرار لكرة الغدام كانتهم من التعرف عن كذب على مستوى ومواهب كرة الغدام في ولاية أدرار نحن تلقينا دعوة من هذا التوازن نجل حضور المباراة ونجل متابعة اللاعبين عن قرب وتابعناهم وتابعنا ذا النهائي كان نهائي جيد وكانت ذم مستوى لباس به مع ذم ياسر من نواقص وهم ياسر من قلة الإمكانيات لأن الأرضية لا تساعد لهم مارسطورة القدم لكن ذم مواهب بإمكانها نتطور نين تجبر أبونا تحتية ونين تجبر ياسر من الإمكانيات نتمنى لهم التوفيق نتمنى لهم واصلة العمل لأن العمل ما يلطو يتوقف بأنك خسرت مباراة وعدل ضربات الجزاء وفشلت ما يلطو 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 يواصل ويحاولون أنهم يقدموا أن يجيهم لأن كرة القدم لا بدلها من السمرارية ولا بدلها من الصبر ومتمنى للمتوقف من ولاية أدرار أن ننهي نشطة الرياضة شكرا لمتابعتكم وعودة بعد الفصل إلى محمد بلال شكرا لساميلا ورد المتباه وباختام الرياضة إلى ختام النشطة إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء وصارت الصحة تطيق الحمل الوطني للتلقيق ضد شرين الأطفال لصالح قرابة سبعمائة وخمسة واربعين ألف طفل تحت السن الخالس اطلاق فعاليات دورة تدريبية دولية لتنسي الطاولة منظمة من قبل الاتحاد الدولي للعبة البرلمان الكوبي ينتخي بغميقيل دياز كانيال رئيس للبلاد خلف للرئيس الحار راول كاسرو ختاما تحية من يوم باقي فريق العمل تلتقون بعد قليل بالزميلة فاطمة محمد محمود في حلقة جديدة من تحت الضو إلى اللقاء بإذن الله موسيقى